ترجمة نانسي قنقر وأنا كخاذة العزازمة راح أكون هذا الجسر اللي راح أبصلك بإذن الله إلى الهدف المنشهود بالبداية بحب أشكر طلابي اللي كانوا معي من البداية وماشين معي أول بأول وأنا بقولكم أنا بخور جداً فيكم وبأداءكم وبواجباتكم وبإصراركم على التعلم وهذا ما وعدكم راح أكون مع كل طالب خطوة بخطوة الآن نحن بدأت نطلع بخطة للطلاب اللي راح يسجلوا معانا جديد يعني أنا قبل ما أدخل هذا الاستوديو تواصل معين مجموع طلاب قالوا إحنا سجلنا معاك شو الخطة اللازم نمشي عليها الآن نحن راح نعمل خطة للطلاب اللي راح يسجلوا معانا من هذا التاريخ إحنا اليوم السبت 28-9 إن شاء الله اليوم بنزل الفيديو اعتباراً من بكرة شو بدأ نشتغل مع بعض بإذن الله الآن طلاب يا حبائي إن فترة طويلة آه معانا مجان معانا مجان هل إذا بقولك القطار فات؟ لا القطار ما فات بعزيمتك بإصرارك بهمتك بتقدر تمشي وتتحدى كل الظروف حتى أنتوا لاحظوا بالمدارس يعني لسه إحنا بالدرس يمكن آخر الثالث بداية الرابع بلسه الأمور كلها في البدايات صحيح إحنا على أعتاب بامتحان إن شاء الله الأول وهذا كله راح نتكلم عنه إن شاء الله بتفصيلات مملة جداً راح ننمع الخطة لطالب راح نسجل جديد وطبعاً خطة للطالب اللي كان معاي من البداية والطالب أيضاً اللي جاي بالنص مش جديد ولا نقول قديم اللي جاي نقول سجل الفترة الماضية يعني بداية تسعة أو نهاية شهر زمني بالبداية بحب أعطيك هاي عندك البر كوت حتى تفوت وتتابعني على جميع حساباتي من اليوتيوب والإستجرام وصفحات البيس بوك امكاني جروب أو البيتش الرسمي نقول بسم الله وعلى بركة الله ننطلق في هاي الخطة ونتكلم مع بعض راح تكلم على عدد ساعات والآن انت بشطارتك بتقدر تنظم وقتك كيف؟ عندي الآن إحنا لحظة الأولى متعارف علينا كم درس خمسة دروس أنا مجموعة الساعات اللي أنا عاملها إليك هي حوالي تسعة عشر ساعة والعشرين ساعة تمام؟ الوحدة الأولى بإمكاني أنجزها خلال عشرة أيام خلال إيش؟ عشر أيام إحنا الدرس الأول هو فعليا انت شفته حتى بالمدارس هو الدرس الأطول يعني بيأخذ مني جهدي كبير وفعليا عليه بالوزارة تقريبا عشرين علامة من أصل المتين يعني فيها تقريبا معدل تمام؟ الدرس الأول فيه معنا سبع ساعات الدرس الثاني ساعتين الدرس الثالث أربع ساعات وعنا الرابع والخامس كل واحد ثلاث ساعات ثلاث ساعات الدرس الأول لأن الأغلبية العظمى استفاد من مدرس ما أقول ما استفاد وصرح عنده فكرة تلقائية لما يفوت ويدرس معنا الدرس الأول ما رح يواجه الصعوب لأنه رح يطر يعمل سكيب سريع للأمثلة صح نسبة ساعات بس ممكن يخذهن بثلاث ساعات أو أقل من ثلاث إلى أربع ساعات ممكن ينجز الدرس كامل المطلوب منك أنك أنت بتدرس ممنوع تطلع من الفيديو إلا لما تكون مسيطر عليه مليون بالمئة طبعا فيه واجبات والواجبات تبعث ليها أول بأول وكلكو حظين رقمي هو 07 9 7 7 2 1 4 9 9 طب يا أستاذ خلد ما إحنا على إعتاب الامتحانات طب إحنا إذا كل يوم أنا بدي أدرس وفرغ يومي كامل لمادة معينة ما بيخلص امتحان الشهر أول لما أخذ مني أسبوع إلى عشر أيام ما هي عشر أيام ما رحضت ما بتلحق تخلص شهر أول إلى شهر ثاني بلج لا لأنك بك التوازن أنت دارس فبدك أنت برضو تحط برنامج وتقدر إنه هاي المادة بدأ كم ساعة فعشان هيك لا بتحط برنامج وتمشي بالنسبة للرياضيات يعني بصراحة أنا أقول عشرين ساعة أعطي حالك كل يوم كم ساعة ساعتين ساعتين فقط لا غير وممكن ما تأخذهم بشكل متواصل أعطي حالك فترة صباحية وفترة إيش مسائية من الرياضيات مادة بصراحة تهرب من كل مواد ورحتوا للرياضيات وأنا متأكد من كلامي وعلى يقين يعني ممكن تعطي حالك تصحى لك وصفية ساعة قبل التوام أصحى ساعة ساعة ولما تروح أعطي حالك ساعة بتركها حالة خلال عشرة أيام أنت أنجست الوحدة الأولى على بكرة أبيها محلل الواجبات أول بأول طبعا نهاية الوحدة فيه مراجعة المراجعة هاي هي عبارة عن مراجعة شامل لكل الوحدة الأولى بإمكانك تقتصرها ودام ما ضيئ لك كمان ساعتين وتتحضر المراجعة شو بتطلب منك حل ورقي والسؤال اللي ما بتفهمه بتفوت تحضره مباشرة بتقتصر على حالك وقت طويب طبعا هذا الامتحان موجود كمان في البطاقة موجود أنا على قناتي على اليوتيوب فهيك أنت بتقتصر على حالك وقت قدر المستطاع ومو أقول لك أنت لعندك معلومات ماش صفر معلومات تمام بس الآن إحنا بدورنا ننظمناك هاي المعلومات اللي عندك بشكل أفضل ونتوسع ونعطي أسئلة من السهل إلى القدرات العليا لكل فكرة يعني خلال عشرة أيام بإمكانك تنجز المادة الوحدة الأولى يعني نقول تمانية عشرة تكون من هيه تماما تمانية عشرة تكون مخلصها الوحدة الأولى كاملة هاي بالنسبة لمن للوحدة الأولى أنا حبيت أعطيك كم عدد ساعات طبعا في أجزاء رح تشوف فيه جزء مدته ساعة أوكي بس فيه جزء ممكن تشوفه ربع ساعة نص ساعة مش الحصة أن أدرس جزء أو فيديو واحد لا مطلوب منك تنجز على عدد ساعات يعني أنت حط حالك حالك وقت ومشي عليه بنانا عليه أنا اليوم أنا بدأته ساعة ساعة وربع أوكي ساعة صباحية ساعة ونص مسائية تلقى حالك أنجزت أهم إشي ما تستعجل أنك تخلص عادي لو تأخرت مش ضرورة أنا بتابع كل واحد شخصي يعني مش ضرورة تكون واصل لحد ما أنا واصل نهائيا يعني أمشي براحتك أمشي بهدو المهم تطلع متقن الفيديو مية بالمية بس حق باعتباراتك أنه السنة هاي ممكن تتقدم الامتحانات الوزارية يعني زي ما شفتوا مع جيل ألفين وستة فممكن تتقدم الامتحانات الوزارية ولاحظوا أنه ما فيش فترة زمنية بين فصل أول فصل ثاني كأطل معنا مدة أسبوع أو عشر أيام فقط لغير فعذلك أنا رح أكون كأستاذ خالد إن شاء الله حسب الخطة اللي أنا ماشي عليها لازم أكون في نهاية 11 خاتم مادة الفصل للدراسة الأول حتى تكون أنت مهيأ لمين لدراسة الامتحانات النهائية والطالب الملحوق يكون خلال أول أسبوعين من شهر 12 يكون خاتم وملحق معنا الإدراسة الثانية عشان نكسب ومن ضيع الشهر رمضان من رمضان إحنا تلقائيا هيك هيك مضيع إذن هيك بالنسبة لمين للوحدة الأولى 19 ساعة أنا قلتك 20 أعطي حالك كل يوم كم ساعة 2 ساعة يوميا وقسم من بعينك الله إصحى على الساعة 6 صباحا من الستة للسبوع ونت طالق خلاص تلفونك معك ممكن خلال وإنت ماشي ممكن تأخذ بس فكرة يعني كسمع تمام بالمدرسة إذا كان عندك حصة فراغ برضو يعني حيانا يكون عندك فراغات عندك رياضة عندك كبير ممكن تستغل هاذ كلمة عن طالب متأخر تستغل كون معك ترفونك معك وتحضر وتتابع أول بأول هذا بالنسبة لمن إلى الوحدة الأولى وإحنا كلها بإذن الله منجزين هاي الوحدة الوحدة الثانية أنا صرت منزل قديش منزل درسين الدرس الأول والدرس إيش الثاني مدتهم كدروس كم عشر ساعات وعندنا هون ساعة تأسيس طبعا بالنسبة للتفاضل ممنوع منعبات تفوت بدروس إذا كنت عندك مشاكل بالقواعد الأساسية بالاشتقاق أيام وكتب العاشر والأول ثانوي لستتغلب بس الحلو بالتفاضل إنه اللي بنخذ بدرس الأول ورح نعيده بالدرس الثاني لما الآن أخذنا الدرس الأول أخذنا الدرس الثاني بنعاد بالدرس الثالث لما نضع الدرس الرابع الأول والثاني والثالث وبنعاد في الرابع تلقى حالك لبلبت بالتفاضل طب هاي الوحدة ما يمكن رح تنعاد رح تنعاد إن شاء الله في الوحدة الثالثة فتلقائيا في البداية ممكن تتغلب شوي بالتفاضل لكن رح تشوف متعة المادة متعة الرياضيات بالتفاضل والتطبيقات الوحدة الأخيرة لأنها رح تكون جدا سهلة بس دائما في كل بداية راح نقارن القبل اللي بناخله فمشوف القبل اسهل لان احنا تعودنا عليه بس فعليا التفاضل اسهل بكثير من الوحدة ايش الاولى بس بالبداية عبما تتمرى وتتمكن وتميز بين كل الواع الاشتقاف بتلقى امورك باذن الله مية بالمية طبعا احنا عدد الساعات قديش 11 ساعة انا كم عندنا برضا اعطى حالة كم يوم عندك كل يوم ساعتين يعني بدنك ايش خمس ايام يعني المادة اللي راحت عليك بتقدر تنجزها خلال اسبوعين كاملات حطوا موقعك من ضمن هاي الايام كاينك جمعة وسبت الجمعة والسبت هذا بتستغله ممكن تنجز فيها اكثر من المطلوب يعني ممكن يوم الجمعة او يوم السبت بتخصص بذلك هما ساعتين بتعطي حالك اربع ساعات وتلقى حالك انجزت يعني احنا معطيك المادة طويل اللي هو كم يوم خمس عشر يوم وبإمكانك تنجز بعشر ايام ها بترجع الى قدرتك بتتكلم عن طالب متوسط اما طالب بضعيف لا اخذ وقتك واخذ الخمس عشر يوم كاملات هيك بتكون انت خلال اسبوعين صرت تواصل معانا ممكن تتأخر عنها بدرس درسين ما في مشكلة عادي جدا لان معانا مجال بتعوضن ايام جمعة وسبت جمعة وسبت بتلقي حالك انك انجزت فتلقائيا ما تشي الهم انك تتأخر ما في تأخير الامور تمام وتحت السيطرة حتى لو بلشت بعد هيك شوف حتى لو بلشت بعد هيك فما تشي الهم وانا معاكو كل طالب بسجل انا رح تابعه شخصي رح نتواصل انا ويا اول باول وشو بده مني اعيوني الو هدفي دائما اوصلك الى القمة مش النجاح هذا بالنسبة للمين للمادة اللي احنا كلنا نعرفها واخذناها الان وحدتنا هي عبارة عن كم درس اربع درس احنا انجزنا الان في هاي اللحظة منجزين قديش او استاذ خالي نصف الوحدة الان ظل معنا الدرسين شان نختم هاي الوحدة طبعا الان الحلو فيها صح درس جديدة بس رح ينعاد الدرس الاول والثاني فيها زي ما حكيت لك لما رح الدرس الرابع رح ينعاد الاول والثاني والثالث فتلقائيا رح تطلع فاهم وفي لك اشي مفاجأة نهاية الوحدة الان طلع شو الدرس الثالث الدرس ستطلع ساعاته قديش ميزة يدرسه الاولى تمام عنا الدرس الثالث اللي هو مشتقتان الاقتران الاسي الطبيعي واللوغريتمي الطبيعي وعنا اشتقاق اللوغريتم استخدام قوانين اللوغريتمات المرت معاكم الوحدة الاولى وفي عنا مسائل حياتية وقطرات حاليا الان بالنسبة للتنزيل رح ننزل باذن الله بتاريخ تسعة وعشرين تسعة يعني يوم الاحد طبعا الموعيد التنزيل هي احد وايش واربعة هذا وايش رح يكون الاحد ان شاء الله بكرة تمام رح ينزل عندك مشتقتاء الاقتران الاسي واللوغريتمي كم جزء جزئين عدد الساعة تقريبا ساعتين هنا مساعتين يعني اقل من ساعتين رح يكون اقل من تقريبا ساعة ونص تقريبا ساعة وخمسة واربعين انا اعطيتك مدى اكثر ايش ساعتين هذا رح ينزل متى بتسعة وعشرين تسعة باثنين عشرة باذن الله باذن الله في اشتقاق اللوغريتم باستخدام القوانين وطبعا سهل جدا عدد الاجزاء واحد انا كتب لك مدة الجزء ساعة هو اقل من ساعة حدود خمسة واربعين دقيقة رح نزله بتاريخ اثنين عشرة رح نختم هذا الدرس بستة عشرة رح يصادف يوم احد تمام في مسائل حياتية وقدرات عليا جزء واحد ومدته يقول ساعة لما يقولك ساعة يعني من خمسة واربعين الى ساعة كاملة باذن باذن الله هيك بيكون احنا هنا الدرس الثالث خلال طالما معان اسبوع ونص اخذ معانا اسبوع ونص لو اجيت انت شوف عدد الساعة كم ساعة اربع ساعات يعني اربع ساعات بتقدر جمعة على سبت تنسفن بس ما تبيت اول باول وانا مبسوط من طلاب يعني بصراحة اللي بتحدوا نفسهم رح تكلم عن طالب اسمه محمد وائل عرفات هذا الطالب يعني انا عارف شو مستواه كان امي بس اقسم بالله اقسم بالله من الطلاب الروعين جدا الان ابن قلب ثلاثة وستين درجة صرت اراحني عليه انه يجيب من الاوائل او يجيب العلامة الكاملة في مادة الرياضيات طالب الوحدة الاولى عادها مرتين وهي بعيدها بالثالثة فالان بيثبت كل معلوماته الان انتقل الى نقلة نوعية وان شاء الله رح نوريكم مستقبلا علاماته لما سير تنزل باذن واحد احد وكمان بوجه شكر لطالبة اسمها روعة صافي يعني هاي طالبة كانت في مدرستها لما علمات اذا بقول غسلات ايدهم منها كبار انا تقول لك علاماتج مجدين معاي البطاقة كانوا لاشياء وان شاء الله انا هذا العزاز ما رح رحنا لهم باذن الله بمعدلات عالية جدا هيك بالنسبة لمن الى الدرس الثالث باذن الله منكون خاتمينه بستة عشرة في مفاجئة مرتبة جدا اذن ذكروا خمسة عشرة هي رح تنزل لكل طلاب الاردن استنوا المفاجئة هاي وتابعوني على صفحاتي وان رح ارجع مرة ثانية على الباركود تابعوني في مفاجئة مرتبة جدا بخمسة عشرة الان الدرس الرابع هون رح يكون معنا الختام والختام هو مسك وهو الدرس من الرابع وهو مشتقتان الجيب وجيب التمام ليه الصين والكوساين مش اللي يبقى لكم فيه اسهل بكثير 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 تتخيلوا طبعا رح ينزل عدد الاجزاء ثلاث مدته تقريبا ساعتين رح ننزل بتاريخ تسعة عشرة منختم هذا الدرس بمسائل حياتي وقدرات عليا بتاريخ سنة طعش عشرة وعدد الاجزاء جزء واحد وبمدته ساعة واحدة هيك بنكون انهينا كامل الوحدة طبعا زي ما عودناكم بعد ناتو كل واحدة رح تشوف فيه امتحان ومراجعة شاملة للوحدة بإذن الله امتحان ومراجعة كاملة رح تنزل على البطاقة ورح تنزل على قناتي على قناة اليوتيوب وبرضا على قناة وتد التعليمية تمام؟ زائد امتحانات الالكترونية وامتحانات ورقية فيه شغلة انتو لوحظتوها انه بالنسبة لمين الى الوحدة الثانية ما نزلت مفاتيح حتكون الدرس صح صح هاي المفاتيح رح نزل لك اياه متى نهاية مين الوحدة فهذا رح يكون عندك اسبوع كامل من 10 الى 20 طلع من 10 الى 20 عشرة بأسف من 16 الى 20 عشرة 16 الى 20 عشرة رح تكون هاي عبارة عن الطالب المتأخر بلحك حال طلع هاي نعطيك اسبوع كامل زائد رح تكون فيه عندي هون خرائط او مفاتيح ايش اسمه خرائط ذهنية هاي الخرائط عشان تميز بين كل انواع القواعد من القواعد الاشتقاق من التأسيس الى اخر فكرة تمام؟ زائد امتحانات الالكترونية وامتحانات ورقية طبعا امتحانات الورقية انت بتعاودينها موجود بعد كل درس اجباري امتحان الورقي والامتحان الالكتروني الموجود بس هاي حكون امتحان ومراجعة للوحدة الثانية بعدك باذن الله نستعد بعد هذا التاريخ انا ناوي بصراحة بكون منه معاكم بنهاية 11 عشان اعطي طالب فرصة يلتقط الانفاس ويخذ له استراحة كمان ممكن اخر تنزيل الوحدة اه ممكن اخر تنزيل الوحدة راح نعمل استفتاء بينه وبينكو راح نتأخير الوحدة الثالثة لبداية 11 وننهيب من واحد من واحد 11 الى نهاية 11 ويكونوا ختمين باذن الله لانه راح نزل لك بعدك نماذج كل النماذج الوزارية من الالف الى الياء كلها باذن الله زائد اكثر من نموذج عشان تتدرب للامتحانات القاعة متفوت مصدوم من امتحانات القاعة متدرب على نماذج من السهل الى الصعب لانه هدفي قلت لك ان تكون انت عندي مش طالب ناجح طالب متميزا نجاح انتخاذ العزاز متحصيل حصل تهتم دائما للمفاتيح وانا بود اكد لك للمفاتيح بعد هذا التاريخ في عشر ايام ممكن نتركه للطالب اللي تأخر او الطالب اللي لسه مش بنظم امره وانا بنصحك نصيحة بالنسبة للطلاب اثناء الامتحانات اذا بتخلي يومك كامل لا مادة معينة انت شو سأعملت انت عملت مراجعة للمادة انت ما مشتو المادة انت بتأخر حالك حاول انه دائما تعطي حالك وقت محدد لا اللهم صلي على سيدنا محمد لدرسة الامتحان وتنظم امورك بقية اليوم لبقية المواد حتى انت ما تضطر لتعمل جداول وصير ايش مضغوط في فترة الامتحانات ودائما هدفنا القمة ودائما القمة تليق بكم ولما نقول لك انت مع العزاز ما باذن الله بنجاح نقول بامان ودائما مقول همه حتى القمة همه حتى القمة همان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة